في العراق مشاهدين مزيج كبير للأقليات إلى جانب الطائفتين الشعية والسنية فما هو التشكيل المسيحي في البلاد؟ يشكل المسيحيون في العراق نحو 1% من نسبة السكان حاليا غير أن هناك 14 طائفة مسيحية معترف بها رسميا هذا ويتجمع غالبية المسيحيين في مناطق أبرزها العاصمة بغداد محافظة نينوى في الشمال إلى جانب أقليمي كردستان الطائفة الكلدانية تشكل 80% من إجمالي المسيحيين العراقيين حيث تنتمي الكنيسة إلى مقرها بغداد للمذهب الشرقي للكاثوليكية ومقر الكنيسة في بغداد لكن توجد 110 كنائس كلدانية في كامل أنحاء العراق كما أن الكلدانيين يتحدثون بلهجة مشتقة من الآرامية وهي لغة سامية كانت تستخدم زمن المسيح أما السريان فيقدر عددهم بحوالي 10% من مسيحي العراق منهم كاثوليك وهم الأغلبية وأرثوذوكس وتضم بلدات قراكوش وبعشيقة وبرطلة في الشمال أكبر تجمعا للسريان في البلاد توجد 82 كنسة سريانية في العراق تتنوع بين كاثوليكية وأرثوذوكسية في المقابل يمثل الآشوريون حوالي 5% من مسيحي العراق ينحدر معظمهم من إيران وتركيا توجد 21 كنسة آشورية في العراق منها 17 في بغداد أما الأرمن فيشكلون حوالي 3% من مسيحي العراق إذ بعد الإبادة الجماعية للأرمن في الفترة الممتدة ما بين 1915 إلى 1923 على يد الدولة العثمانية فر كثير منهم إلى العراق وهم يتحدثون اللغة الأرمنية وتوجد 19 كنيسة أرمنية في العراق ما بين أرثوذوكسية وكاثوليكية العرب المسيحيون في العراق يمثلون حوالي 2% توجد أيضا ثلاث كنائس يونانية أرثوذوكسية وأربع كنائس أرثوذوكسية قبطية في بغداد و57 كنيسة للرومي الكاثوليك في أنحاء البلاد فضلا عن عدد صغير من البروتستانت ترجمة نانسي قنقر